موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بطلبة وطالبات الصف الاول الابتدائي مع الفصل الدراسي الثاني مادة اللغة العربية النهاردة اصدقائي هنتكلم عن المحور الثالث بعنوان كيف يعمل العالم الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو الموضوع الاول وبيتكلمني عن الطبيعة يلا معي اصدقائي النهاردة عندنا القصة المشتركة بعنوان احلام عالية يلا مع بعض نشوف احداث القصة تحب عالية الاستكشاف فلديها شغف بمعرفة كل شيء وتقرأ الكتب وتتصفح الانترنت يعني يا ابنائي زي ما انت عارف من القصة المشتركة النهاردة بتتكلم عن احلام بنت اسمها عالية طبوحها ان هي بتحب دايما تحلم باشياء جميلة تحب عليها ان هي دايما تستكشف فلديها الشغف يعني تحب دايما تبحث عن كل شيء طيب بتقرأ الكتب وتتصفح الايه ابنائي الانترنت يبقى بتعمل حاجتين تقرأ الكتب وتتصفح الايه الانترنت فلديها دايما الشغف بحب معرفة كل الاشياء هيا بنا نستكمل احداث القصة بتاعتنا تسأل عالية وتبحث وتتخيل وتكتشف وذات يوم طلبت المعلمة من التلاميذ تقديم نموذج لمشروع ابتكاري فصممت عالية مجسما لمركبة فضاء دلوقتي تسأل عالية وتبحث دايما بتبحث عن الاشياء لتستخشف بعض الاشياء الاشياء الذي حولها وتتخيل وتكتشف وذات يوم المعلمة طلبت ايه من التلاميذ يعني في مرة من المرات وهي عالية في المدرسة هنا المعلمة طلبت من التلاميذ انهم يعملوا ايه نموذج لمشروع ابتكاري يعني هيعملوا مشروع هما اللي هيبدعوا فيه وحيصمموا بابتكارهم هما يبقى كل التمييز حيبتكل لشيء معين طيب دلوقتي هنا عالية ماذا ستفعل هتعمل شيء معين ايه هو الشيء ده ابتكاري هتصنع مجسم لمركبة فضاء زي ما انت شايف معي في الصورة هايزين المركبة طبعا احنا ما نعرفش ايه هي المركبة لانها مش متدولة وشايفينها دائما هي زي كده فكرة ايه كلنا عارفين الطائرة اللي بتسافر فين في الايه في السماء تمام كده تطلق تصعد الايه للسماء هي فكرتها زيها كده بس ليها تصميم معين لان هي بتصعد للفضاء يعني تغوص اكتر في السحاب وفي السماء فلازم تكون تصميمها يعني يكون التصميم ايه مراعي لهذه الظروب اي اه مراعاة للجو والضغط الجوي والاشياء دي كلها طيب يا طرى بقى انشوف عليها هتعمل ايه عشان تصمم ايه هذه المركبة انتهت عليها من صنع مجسم مركبة الفضاء بكل تفاصلها حتى الخوضة التي سترتديها وضعت عليها الخوضة واغمضت عينيها وتخيلت انها في المركبة وفجأة بدأت تقول واحد اثنان ثلاثة انطلقت في الفضاء طيب هي دلوقتي عالية بدأت تصنع المركبة زي ما احنا قلنا وهذه المركبة مخصصة لكي تصعد للإيه دي الفضاء اه مصممة للإيه للإيه ضغط الجوي يعني بكل تفاصيلة اهتمت بكل تفصيلة في هذه المركبة حتى الخوضة اللي هي اللي حت تلبسها على ايه على رأسها على رأسها وضعت عليها الخوضة واغمضت عينيها ليه غمضت عينيها لكي تتخيل انها داخل مركبة الفضاء وتصعد إلى الفضاء طبعا بدأت تتخيل ان هي كأنها فعلا هترجم المركبة وحتصعد للفضاء وتبحث وتتخيل وتستكشف ماذا يوجد في الفضاء وطبعا بدأت تقول ايه واحد اثنان ثلاثة انطلق طبعا اي مركبة بتبقى بتعدلها كده واحد اثنين ثلاثة عشان تنتجي ايه تنطلق للايه للرحلة بتاعتها طيب يلا بينا نستكشف في ابنائي بدأت تقول وهي مغمضة عنيها ما هذا المنظر الرائع انظر إلى كوكب الأرض من الفضاء يبدو ككرة لونها بين الأزرق والأغدر بدأت هي مغمضة عنيها تتخيل منظر الفضاء عامل ازاي طبعا يا ابنائي احنا عايشين على كوكب ايه كوكب الأرض عايشين على كوكب الأرض فبدأت تقول ان كوكب الأرض تشبه كالكرة تمام كرة كده بيضوية بيضوية الشكل لونها بين الأزرق والأغدر فعلا يا ابنائي الكوكب الأرض لما انظر إليها هتلاقي زي ما انت شايف كده تدور حول نفسيها تمام كده وحتلاقي فعلا لون الأزرق ده ده بيدل على حاجة الأزرق ده اللي هو ايه لون المياه لون الماء والأغدر هو لون المناطق المزروعة ايوا فعلا انت لو انت حتبص كده من بعيد هتلاقي الأرض فعلا مصاحة هتلاقي هيبقى فيه لون الخضار اللون الزرع والأزرق هو الماء والبحار والمحيطات كده هو ده كوكب الأرض فبدأت تتخيل وإحنا كمان لازم نتخيل معها يلا بينا نستكمل وهذا أيضا القمر الذي تراه في الليل وهذه الشمس التي تضيء لنا النهار رأت برضو إن القمر اللي بيضيء لنا في الليل عشان فيه هنا ظلمة الليل فالقمر كل حاجة طبعا نقول سبحان الله تعالى على صنع إبداع خلقي إنه هو خلق كل حاجة في تدبير وفي في محلها يعني القمر يظهر الليل لكي يضيء لنا في الليل وخلق لنا الشمس هنا في وقت النهار لكي يتضيء لنا النهار آه في النهار والناس تذهب لعمليها وتعمل وهكذا في الليل وقت السكون وقت الراحة وفي النهار بيبقى وقت العمل فطبعا رأت هذا في الفضاء وقالت إيه سبحان الله على إبداع خلقي كل ده فين في الفضاء كمان يميس أنا شفت يميس من خلال الصورة إنه لقيت يميس إن كوكب الأرض بيدور حوالين الشمس يميس في الصورة اللي قابليها كان كوكب الأرض بيدور حوالين نفسه آه يبا هو بيمنحكتين بيدور حول نفسه وكمان بيدور حول حول الشمس عارفين ليه حشان الشمس سبحان الله هتبقى موجودة في كل حتة في الأرض طبعا الشمس ليها دور مهم جدا بنشعر بالإيه بالدفء والحرارة والحرارة تمام جلست تنظر إلى الفضاء من نافذة المركبة التي صنعتها قالت ما أجمل هذا المنظر طبعا زي ما احنا شايفين ده اسلوب هنا بتتعجب من جمال هذا المنظر من خلال مشاهدتها من خلال نافذة المركبة التي هي صنعتها وكل ده احنا عارفين هي بتتخيل هذا المنظر الجميل لأنها دايما بتحب بتستكشف الأشياء فعلا عالية تلميذة ممتازة ومبدعة يبقى هي جلست تنظر إلى إلى النافذة من النافذة تنظر إلى الفضاء ياميس أحسنتي وطبعا قالت بأسلوب تعجب من كتر جمال هذا المنظر ما أجمل هذا المنظر ظلت تدور حول كواكب الأرض فهي كروية الشكل ما هذا إنني أرى ثمانية كواكب نعم نعم لقد تذكرت قرأت ذلك في كتاب يبقى هنا دلوقتي في هذا الجزئية أبنائي ظلت تدور حول كوكب الأرض بدأت تبحث تبحث كده إيه موجود حول الأرض فهي كروية الشكل زم إحنا قلنا في البداية وما هذا المنظر الجميل إنني أرى ثمانية كواكب يعني غير كوكب الأرض هنا إيه طبعا فيه إيه كمان سماك 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 كواكب من ضمنها طبعا كوكب الأرض كوكب الأرض كمان كده فقالت إيه آه نعم نعم أنا تذكرت لأنها دايما إحنا قلنا في بداية القصة نعم تعمل إيه تحب أن تبحث وتقرأ الكتب وتبحث وتتصفح على الإنترنت هي ما شاء الله عندها معلومات ومعلومات وثقافات جميلة جدا جدا فهي دلوقتي نفعتها الحتة دي قالت أنا تذكرت أن أنا قرأت ذلك أنه فعلا في ثمانية إيه كواكب تدور حول الشمس تدور حول الشمس ومن ضمنها كوكب الأرض طيب تعالوا بقى نتعرف على مسميات هذه الكواكب أول كوكب معنا كوكب عطارت وعندنا الزهرة وعندنا كوكب الأرض والمريخ والمشتري وزوحل وأورانوس ونبتون وهم كم كده احنا قلناهم ثمانية كواكب في المجموعة الشمسية لماذا سنها في المجموعة الشمسية لأنهم يدورون حول الشمس كمان يا ميس عرفت من خلال القراءة يا ميس أن كوكب الأرض هو الكوكب الثالث الذي يدور حول الشمس يعني هو ثالث كوكب بعدا عن الشمس طيب السؤال بقى احنا بنعيش على أني كوكب كوكب الأرض يا ميس بنعيش على كوكب الأرض طيب يا ميس عايزة أسأل حضرتك سؤال هو كوكب عطارت أو الزهرة أو المريخ أو المشتري أو زوحل أو أورانوس أو نبتون يوجد عليهم حياة؟ طبعا بعض الجواكب تبقى فيها صعوبة جدا جدا اللي نعيش عليها لأنه تبقى فيها عوامل جوية صعبة فالإنسان بيبقى عايز درجة حرارة دفق معينة نظر لبعد الشمس عنها ونظر طبعا العامل التنفس والأكسجين فطبعا الإنسان بتنفس عن طريق الأكسجين صعب جدا جدا على بعض الجواكب فيها هذه الميزة اللي هي الأرض بس هي اللي فيها الميزة دي فيها نسبة أكسجين تتناسب مع حياة نين بيئة الإنسان نفسه فالإنسان يتكيف مع بيئة معينة فهي أكتر حاجة مناسبة لها هي الأرض نظرا لموقعها تمام كده وطبعا الأرض لها مميزات زي ما احنا قلنا لك إن فيها البحر اللي بيدل عليها اللون الأزرق واللون الأخضر بيدل على الزرع وأيضا خد بالك كمان اللون البني برضو هو بيبقى بيدل على الجبال لأن برضو الأرض فيها إيه؟ فيها جبال وأيضا فيها الرمال والرمال بيبقى الرمز بتاعها لون الإيه؟ لونها أصفر يبقى أصفر سبحان الله كل ده بيبقى باين على الكوكب الأرض اللي احنا شفناه فالظاهر أكتر اللون الأزرق والإيه؟ والأغضر الجزء البسيط اللي فيه اللون البني اللي هو الجبال والأصفر اللي هو الرمال اللي هي في الصحران طبعا احنا تعرفنا كده على الكواكب الثمانية وقلنا طبعا عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزوحل وأورانوس ونبتون وهم يعتبر كم كوكب؟ ثمانية كواكب في المجموعة الشمسية طيب خلعت عالية الخوذة وابتسمت وقالت ما أجمل هذه الرحلة وتمنت أن يمر الوقت سريعا وتذهب إلى المدرسة دلوقتي طبعا عالية خلعت الخوذة من رأسها وابتسمت من كتر فرحتها بالمشاهد اللي هي تخيلتها وهي مغمضة عنيها وقالتنا أجمل هذه الرحلة طبعا ده هنا أسلوب إيه هنا؟ أسلوب تعجب تعجب في هنا ما وعالم التعجب في الآخر فإذا ده أسلوب تعجب وتمنت أن يمر الوقت سريعا سريعا لكي تذهب للمدرسة لتفرح من المعلمة لأن المعلمة طالت في بداية كل واحد يصنع إيه؟ لموذج ابتكاري فهي طبعا شطرة ومشاء الله ونجيبة ممتازة فعايزة لتاني يوم يطلع عليها لطول عشان تروح للمدرسة وتفرح المعلمة وطبعا التلاميذ لهم أصحابها في المدرسة نستكمل بواعد كده اللي تعرض نموذج المركبة الفضائية لمعلمتها وتحكي لأصدقائها عن رحلتها في الفضاء زي ما احنا قلنا كده عايزة تاني يوم يطلع علشان تذهب للمدرسة لتعرض لإيه؟ المركبة الفضائية على معلمتها أيوة تورد المركبة الفضائية اللي هي عملتها وصنعتها بكل تفاصيلها وتحكي للمعلمة وللأصدقائها عن الرحلة اللي هي تخيلتها وهي في الإيه؟ وهي في الفضاء يلا أصدقائي تقدري تقوليلي كده صديقاتي استفدنا إيه من قصتنا؟ طبعاً أول حاجة إن أنا لازم أقرأ كثيراً في الكتب وأطلع أكثر وأكثر يبقى عندي معلومات مش بس المعلومات اللي في المنهج واكتفي لأ برضو معلومات خارجة مثلاً سواء علوم سواء دراسات أو في رياضيات أبحث ودور ونكاية يبقى عندي ثقافة أكتر وبرضو عن طريق الإنترنت الإنترنت دلوقتي فيه بعض الواقع اللي بتفيد أكتر وبتزود مهاراتي ومعلوماتي أكتر وأكتر وهي ما شاء الله عليها يعني إحنا استفدنا منها إن إحنا هنعمل إيه زي ما هي بتعمل تبحث في الكتب وطبعاً بالقراءة نفسها بتحسن من طريقتي في القراءة مستوى القراءة مستوى القراءة أكتر وحتقل لي كمان أخطاء الإملائية كل الحاجات التي بتكتسبها من خلال تصفحك في قراءتك الكتب كمان أنا يميس اتعلمت من خلال القصة أن كوكب الأرض بيدور حول نفسه ويدور حول الشمس وأن المجموعة الشمسية يميس بها سمان كواكب وكمان يميس اتعلمت إن كوكب الأرض بيميل على لونه اللون الأزرق واللون الأخضر كمان يميس استفدت من خلال القصة أن اللون الأخضر بيدل على المناطق المزروعة أو النباتات المزروعة واللون الأزرق بيدل على المياه مثل البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات وكمان تعلمت إن اللون البني بيدل على الجبال وكمان تعلمت ان اللون الاصفر بيدل على رمال الصحراء احسنتي بارك الله فيك ننتقل دلوقتي الكلمات الشائعة التي تكررت في القصة اكثر من مرة طيب نتعرف كده طبعا في وفيه ده تعتبر حرف ولا كلمة ولا فعل حرف يميس وهو من حروف الجر حرف جر في وكمان الى الى برضو يميس هو حرف من حروف الجر تمام احسنتي جامع معدنا مع سؤال المتفوقين بيقول اجب ما اسم الكوكب الذي نعيش فيه مطلوب منك فكر على وشك الانتهاء انتهيت من التفكير مستنيين اجابتكم في التعليقات استمع ثم تخير الصواب مما بين القوسين عالية لديها شغف نقط معرفة كل شيء هنا اضع حرف جر با ولا الى ولا وا عالية لديها شغف بمعرفة كل شيء احسنتي متازة سؤال البعدي تخيلت عالية انها نقط المركبة الى وفي تخيلت عالية انها في المركبة احسنتي تخيلت عالية لديها شغف اكمل رقم واحد اللون الغالب على كوكب الارض هو اللون هو اللون هنقول دباتي مع بعض رقم اثنان يدل اللون الاخضر على رقم ثلاثة يدل اللون البني على طب تعالوا نبصي مع بعض نبتدي من اول سؤال اللون الغالب على كوكب الارض طبعا هو اللون الازرق احسنتي صديقاتي من خلال الصورة حلقة اللون الاقصر اللي موجود ها هو اللون الايه الازرق الازرق يدل اللون الاخضر على اللون الاخضر بيدل على الزرع احسنتي صديقاتي يدل اللون البني على على الجبال احسنتي صديقاتي لستقيلين ان اللون البني بيدل على الجبال طيب أشوف بقى مركزة معي ولا لأ اللون الأصفر يدل على الرمال أحسنت صديقتي يدل على الرمال والصحراء وجد الوقت موعدنا مع سؤال المتفوقين أكمل يدل اللون الأزرق على نقط تاني أكمل يدل اللون الأزرق على نقط من خلال الفيديو هتعرف تجاوب على السؤال يلا أصدقائي فكر ها فكرنا ها هل أوشكت على الانتهاء ها انتهيت من التفكير يلا أصدقائي مستنين دلوقتي إجابتكم في التعليقات صل هنوصل لأبنائي كل صورة مناسبة للكلمة بتاعتها عندنا هنا صورة فرشة أسنان وهنا تفاحة وعندنا هنا لعبة وعندنا هنا تشيرت أو ملبس طيب يا طرح هنوصل بقى إيه حاجة مناسبة عندنا العمود التانية عندك هنا كلمة ملابس ألعاب أدوات نظافة شخصية وعندنا كلمة طعام طيب تعال بقى نوصل كل حاجة مناسبة لها هتوصل هنا الفرشة بإيه؟ الفرشة يا ميس هي أداة من أدوات النظافة طيب حسقك سؤال ينفع حد يستخدم الفرشة الأسنان غيري؟ لا يا ميس هي فرشة الأسنان من الأدوات التي لا يمكن مشاركتها مع أحد تمام أحسنتي طيب تعالي كده للتفاحة التفاحة يا ميس دي طعام أنا بتناوله أحسنتي طيب عندك هنا اللعبة الولد هنا بيلعب جيمز أو بيلعب اللعبة معينة هتبقى إيه؟ دي ألعاب يا ميس أنا بيلعب بيها حسنتي طيب عندنا هنا التشارت المعروضة عندك هنا ده نوع من أنواع الملابس يبقى نوع من أنواع الملابس ودلوقتي جامع وعدنا مع الأساليب يلا بينا أصدقائي النهاردة هنتكلم عن أدوات الاستفام طبعا كلنا عارفين أصدقائي اسلوب الاستفام اسلوب الاستفام بيبتدي بأداة من أدوات الاستفام وبينتهي بعلامة الاستفام طيب أدوات الاستفام اللي أنا بستخدمها كل أداء وليها وظيفة معينة طب تعالوا نتعرف دلوقتي على كل أداء من أدوات الاستفام ونعرف وظيفة كل أداء من هذه الأدوات يلا بينا أصدقائي أول حاجة عندي الأمثلة بيقولي هنا من معك في المنزل صديقتي تقدر تقولي لي الإسلوب ده اتفقنا أنه اسمه اسلوب إيه؟ ده اسمه اسلوب استفهام قلنا لأنه بينتهي بعلامة علامة الاستفام أحسنتي طيب عايزين دلوقتي نعرف فين أداة الاستفام أداة الاستفام اللي موجودة عندي بتيجي في أول السؤال وأداة الاستفام اللي موجودة عندي هي من هي إيه؟ من وخدي بالك في فرق ما بين كلمة من وكلمة من من دي أداة من أدوات الاستفام لكن من بكسر الميم هي حرف من حروف الجر يبقى لازم أخد بالي من النقطة دي طيب خد بالك كده صديقتي أنا لما أسألك السؤال ده من معك في المنزل؟ إجابتك هتكون إيه؟ هقول أسرتي أسرتك أو ممكن تقولي أبي وأمي وأختي وأخي طيب كل اللي انت قلتهم لي دول أو كل اللي انت ذكرتهم دول يعتبروا إيه؟ عاقل ولا غير عاقل؟ لا عاقل يا ميس عاقل يعني أشخاص إيه؟ وإيه وكمان وعاقل يبقى أنا عندي هنا عرفت من خلال سؤالي إن من هي أداة من أدوات الاستفهام التي تسأل عن العاقل؟ بتسأل عن إيه؟ تسأل عن عاقل عن العاقل يبقى لو أنا عايزة أسأل عن عاقل هسأل بأداة الاستفهام من؟ أحسنتي صديقتي طيب نشوف المثال الآخر بيقولي أين قابلت أحمد؟ أين قابلت أحمد؟ بصي كده معي صديقتي الأول هنتعرف أن في الأول أول حاجة جات لي هي أداة من أدوات الاستفهام واسمها إيه؟ أين اسمها إيه؟ أين أين عرفت منين هي أداة الاستفهام؟ لأن كمان في عندي علامة علامة الاستفهام علامة الاستفهام وقلنا كل ده على بعضه اسمه إيه؟ سلوب استفهام اسمه سلوب استفهام لكن أين الوحدة اسمها إيه؟ آدات استفهام آه دي الأداة اللي أنا استخدمتها طب أنا عايزة أعرف أين دي؟ المفروض بتسأل عن إيه؟ طيب من خلال إيجابتي أنا هعرف كلمة أين بتسألني عن إيه؟ لو قلت لك صديقتي أين قابلت أحمد؟ أحمد ده صديق مثلا من أصدقائنا وقلت لك أين قابلت أحمد؟ عايزة أي رد حتقولي لي إيه؟ كما يا ميس أنا قابلت مثلا في النادي برافو عليك صديقتي يبقى أنا قلت أين قابلت أحمد صديقتي ردت علي وقلت لي في النادي طب النادي ده مكان ولا مش مكان؟ مكان يا ميس مكان يبقى أين بتسأل عن المكان؟ أين بتسأل عن إيه؟ تسأل عن المكان طيب بصي صديقتي كده وانت في إيجابتك انت ردت علي قلت لي لما قلت لك أين قابلت أحمد؟ قلتلي في النادي يبقى قبل ما تقلين المكان حطتش قابليها إيه حرف جر نيس أحكمتي صديقتي يبقى الإجابة على أين بتكون قابليها لما يكون بجاوب على المكان بحط حرف الجر الأول وبعدين باسكر المكان يبقى اتفقنا كده أن أين بتسأل عن المكان أين بتسأل عن المكان زي كده لما صديقتي أقول لك أين الكتاب في المكتبة في المكتبة أو ممكن أقول على المندضة كل مرة أقول حرف الجر الأول وبعدين أقول المكان يبقى تاني يبقى أين بتسأل عن أين بتسأل عن المكان ومن ننساش إن من بتسأل عن العاقل العاقل بتسأل عن الأشخاص وقلنا في فرق ما بين كلمة من وكلمة من قلنا من دي أداة من أدوات لإستفهام لكن كلمة من بكسر الميم حرف جر أحسنتي صديقتي إحنا لغاية دلوقتي أخدنا نوعين من أدوات الاستفهام أول واحدة من بتسأل عن تسأل عن العاقل وتاني واحدة أين تسأل عن المكان أحسنتي صديقتي نكمل مع بعض عندي برضو بقيت الأمثلة بيقول لي هل تحب البورتقال؟ هل تحب البورتقال؟ الأول بصي معي صديقتي اتفقنا إن أداة الاستفهام بتيجي أول أسلوب الاستفهام يبقى معنى كده مين هنا أداة الاستفهام؟ هل أحسنتي هتردزها لي تقول لي إيه؟ نعم نعم طيب هل بتسألني عن مضمون الجملة؟ أو بتسأل على أن الجملة دي هل هي مثبتة؟ أم من فيها؟ في بعض الأشخاص بيحبوا البورتقال فهتكون إجابتهم لا بعض الأشخاص الأخرين ما هيكونوا مش بيحبوا البورتقال فهتكون إجابتهم لا يبقى هل بتسأل عن مضمون الجملة سواء بالإثبات أو بالنفذ طيب في حاجة كمان بتميز للإجابة بتاعة السؤال بهل اتفقنا أنا لما سألتك وقلتلك هل تحب البورتقال؟ قلت لي إيه؟ نعم طيب قلنا في بعض الأشخاص تانين حيقولوا لي إيه؟ بعض الناس حيقولوا لا لا يبقى إجابة السؤال بهل لازم يكون أولها نعم أو لا يبقى كده أنا عرفت إن هل هي عبارة عن أداة استفهام بتسأل عن مضمون الجملة سواء كان بالإثبات أو بالنفذ وكمان الإجابة على سؤال هل لازم الإجابة بتاعت تبدأ بإيه؟ بلا أو نعم أحسنت صديقتي نشوف بعد كده بيقول لي ما هذا اللون؟ يلا صديقتي بيقول لي تاني ما هذا اللون؟ يلا صديقتي اتفقنا أداة الاستفهام بيكون ما كان عفين؟ أول خالص أول أسلوب الاستفهام خالص أول بيجي في الأول آه وقلنا في آخر أسلوب الاستفهام بيجي لي إيه؟ علامة الاستفهام يمس أحسنت صديقتي قلنا ما هذا اللون؟ كله على بعضه ده اسمه إيه؟ كله على بعضه اسمه أسلوب استفهام لكن أداة الاستفهام عندي هنا اسمها إيه؟ ما ما طب من خلال بقى إجابة السؤال هنعرف إحنا بنستخدم أداة الاستفهام في إيه يلا صديقتي ما هذا اللون ها أنا عايز أقولك تقولي لي ما هذا اللون إنتي شايفة إيه اللون اللي قدامك آه لون أخضر لون أخضر أحسنتي صديقتي طيب هو كلمة أخضر دي أنا كده بسأل عن عاقل ولا غير عاقل لا ده غير عاقل نيس غير عاقل يبقى أداة الاستفهام ما بتسأل عن غير غير عاقل طيب كمان في حاجة معلومة تانية بتقولي إن أداة الاستفهام ما بتسأل عن غير العاقل وبتسأل عن اسم بتسأل عن إيه اسم اسم يعني بيجي بعدها اسم يجي بعدها إيه بعدها اسم اسم أحسنتي صديقتي بأكده عرفنا إن هل هي أداة استفهام بتسأل عن آه هي أداة استفهام تسأل عن مضمون الجملة نفسها سواء كان بالإزباد أو بالنفي والإجابة بتاعت سؤال هل بتكون أولها يا نعم أو لا أحسنت صديقاتي أما أداة الاستفهام ما ما بتسأل عن غير عاقل ودجماً بيبقى في غراها بيبقى اسم أحسنت صديقاتي يبقى الإجابة دايماً هتكون عندي إيه اسم تمام كده يبقى إحنا لغاية دلوقتي أخدنا أربع أدوات الاستفهام من أين هل ما يلا أصدقائي تعالوا نشوف القاعدة بتاعتنا ها يلا صديقاتي من خلال شرح الأساليب حضرتك أنت اللي هتقوليني لإيه القاعدة يلا بينا من أداة استفهام للسؤال عن للسؤال عن الأشخاص أو السؤال طبعاً عن العاقل أحسنت صديقاتي وقلنا في فرق ما بين كلمة من وكلمة من قلنا من أداة أداة استفهام أحسنتي وكلمة من حرف جر برافو عليك حرف من حروف الجر يلا تاني أداة معي وهي أداة أين أين ها يلا تقدري تقوليني آه ياميس تسأل عن المكان آه يبقى أين هي أداة استفهام بتسأل عن المكان والإجابة بتاعت السؤال بتاع أين لازم تبتدي الأول بإيه بحرف جر وبعدين أكتب وراه على طول إيه مكان اللي هذكره ياميس أحسنتي أحسنتي نكمل باقي القاعدة عندي أداة الاستفهام ما يلا صديقاتي ها أداة الاستفهام ما بتسأل عن إيه؟ بتسأل عن أشياء غير عاقل أحسنتي صديقاتي بتسأل عن الأشياء غير العاقل طيب اتفقنا هل ها بتسأل عن تسأل دائما يميس على المضمون الجملة ودائما إجابتها بتبقى بنعم أو لا أحسنتي صديقاتي بقى هل بتسأل عن مضمون الجملة سواء أنا حسبت الجملة دي أو خنفيها بنعم أو بلا أحسنتي صديقاتي يلا مع بعض بقى دلوقتي نشوف بعض التدريبات بيقول لي تدريب ضع أداة استفهام مناسبة من خلال فهمك لأدوات الاستفهام هنبنتي نضع أداة استفهام مناسبة يلا أصدقائي بيقول لي العصفور يغرد وحط علامة استفهام وحط لي هنا الإجابة نعم صديقاتي فكري معايا إيه أداة الاستفهام اللي كنت بقول عليها لما بستخدمها بتكون الإجابة بتاعتي نعم أو لا آآ يميس آآ هل يميس أحسنتي صديقاتي يبقى هنا حسأل وأقول إيه هل نقرأ السؤال مع بعض هل العصفور يغرد نعم أحسنتي صديقاتي نشوف السؤال الآخر برضو عندي هنا أداة الاستفهام مش موجودة وكاتب لي يقف العصفور وحاطت علامة الاستفهام والإجابة بتاعتي على الشجرة صديقاتي ركزي معايا وفكري أنه أداة من أدوات الاستفهام اللي كنت لما باجي أسأل بيها الإجابة بتاعتي كانت بتبتدي بحرف جر وكمان كنت بقول مكان بعض حرف الجر آه يا ميس دي الأداة اللي حطها هنا أين أحسنتي صديقاتي يبقى أقول أين يقف العصفور الإجابة على الشجرة أحسنتي صديقاتي يلا برضو أدوات الأداة الاستفهام مش موجودة معايا بيقول لي لون العصفور يلا صديقاتي والإجابة معايا إيه أزرق ها تفتكروا إيه من أدوات الاستفهام اللي ممكن يكون جايب لي الإجابة هنا عنها بلون يكون أزرق ميس كلمة أزرق اسم وكمان هي حاجة غير عاقل أحسنتي وحضرتك قلت لي أن الماء ما بتسأل عن حاجة غير عاقل وتبقى اللي جايبها باسم أحسنتي صديقاتي يبقى ما لون العصفور بسأل أصدقائي إيه لون العصفور إيه هو لون العصفور أرهي لون العصفور إيه أزرق أزرق برافو عليكي صديقاتي آخر مثال معايا نقط يشرح الدرس علامة الاستفهام الإجابة بتاعتي المعلم من خلال إجابتي صديقاتي هقدر أحدد نوع الأداة اللي أنا هستخدمها هو المعلم ده عاقل ولا غير عاقل عاقل يا ميس عاقل مين من أدوات الاستفهام كانت بتسأل عن العاقل من يميس أحسنتي صديقاتي بقى حقول هنا إيه من يشرح الدرس ها من يشرح الدرس المعلم أو المعلمة أحسنتي صديقاتي بقى من بتسأل عن إيه العاقل أحسنتي صديقاتي معنا تدريب آخر بيقولي اقرأ وضع علامة ترقيم مناسبة في نهاية كل جملة اقرأ وضع علامة ترقيم مناسبة في نهاية كل جملة طبعا قبل كده كنا أخذنا مع بعض علامات الترقيم زي عندنا مثل النقطة النقطة شطورة برافو عليكي وتوضع في نهاية نهاية الجملة الجملة برافو عليكي وعندنا علامة الاستفهام نضعها فيه طبعا فيه سلوب الاستفهام فيه نهاية سلوب الاستفهام وكمان عندنا علامة التعجب وتوضع فيه آه آخر طبعا بحطها طبعا فيه آخر سلوب التعجب فيه نهاية سلوب التعجب وكمان عندنا الفاصلة ُهِهِهِكِن بتفصل joy من جملة والجملة الأخرى أحسنتي صديقاتي كمان عندنا النقطتان الرئيسيتان عندنا لقولة so Creamy's على الأقل اقول قال المعلم او قالت الام احسنتي صديقاتي او لما بقى فيه انواع مثلا مثلا نوع مثلا البلح مثلا برافو كلما يكون عايزة اوضح نوع شيء بقول مثلا من انواع البلح احمر واصفر واغضر اقول من انواع البلح وحط النقطتان الايه الرأسيتان وبين كلمة احمر واصفر وازرق احط الايه الفاصلة طيب يلا مينا من خلال الامثلة ونشوف هنعمل ايه بيقولي البقرة تأكل البرسيم البقرة تأكل البرسيم يلا اصدقاتي هضع ايه من علامات التركيم اللي الآن راجعينا ميس طبعا انا ببص على اول الجملة هي لم تبدأ بادات استفهام ولا حتى باي استطاعك فانا لقيت هنا بدأ بكلمة البقرة البقرة تأكل برسيم يبقى هنا احط النقطة لان هي جملة برافو عليك لان احنا قلنا النقطة توضع في نهاية الجملة طيب يقولي هل هذه بقرة ها جملتي بدأت بايه يا ميس هنا بدأت بادات استفهام برافو عليك يبدأ بادات استفهام يبقى لازم احط في الاخر ايه الاخر حط علامة الاستفهام لان احنا قلنا ده كله على بعض اسمه ايه اسمه اسلوب استفهام اه اسمه اسلوب استفهام طيب ما الذي يأكل البرسيم ما الذي يأكل البرسيم يلا صديقاتي جملتي بدأت بايه بدأت هنا بما بس طبعا يميس هنا مفيش اسلوب تعجب ولا حاجة لان انا مش بتعجب من الجملة انا بقول ما الذي يأكل البرسيم بالتعجب ولا اي حاجة قال لي البرسيم لونه اخضر دي معلومة في جملة فحط في النهاية نقطة نقطة شطورة برافو عليك يبقى هنا هو كان عايز يوضح لي او يحط او يخليني اركز اكتر على علامات الترقيم اللي هي الايه النقطة وايه كمان واللي علامة الاستفهام وعلامة الاستفهام النقطة ان النقطة توضع في نهاية الجملة لكن علامة الاستفهام توضع في نهاية اسلوب الاستفهام احسنتي بعرف ازاي هو اسلوب الاستفهام لما لقيه بيبدأ باداة من ادوات الاستفهام احسنتي صديقتي بيقولي ضع سؤالا للاجابة التالية ضع سؤالا للاجابة التالية بيقولي العبه في النادي من خلال الاجابة احنا اتفقنا حنتفق احنا هنستخدم انوى الأداة من ادوات الاستفهام هنا صديقه بيقولي ألعب في النادي طيب النادي دي عبارة عن إيه ده ميس ده مكان مكان يلا تقدري بقى تقولي لي أداة الاستفهام اللي بتسأل عن مكان أين صديقتي يبقى أقول إيه أين تلعب يبقى أنا لما حسألك أقولك أين تلعب هتقولي إيه ألعب في النادي أحسنت صديقتي ومنزل سحط في الآخر إيه أحط علامة الاستفهام لأن ده كله على بعضه اسمه إيه سلوب الاستفهام وأين الوحدة هاسمها إيه أين ده أداة استفهام؟ أحسنت صديقتي طيب نشوف المثال الآخر أحمد يأكل الطعام أحمد يأكل الطعام يلا صديقتي هو هنا بيسألني عن أحمد وبيقولي أن أحمد بيأكل الطعام يبقى أحمد ده عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل يا نيس يلا مين أداة الاستفهام اللي حتساعدني؟ من؟ أحسنت صديقتي يبقى حقول إيه؟ من يأكل الطعام؟ ومنساش حط في الآخر؟ علامة الاستفهام وليه استخدمت من؟ من يميس طبعا هي للعاقل اللي وتسأل عن العاقل وعندي بدأ أحمد وهو أحمد شخص عاقل أحسنت صديقتي بقى أقول من يأكل الطعام ومنساش حط علامة الايه؟ الاستفهام آخر مثال معايا بيقولني يأكل القرد الموز يأكل القرد الموز يلا صديقتي هنا أنا عايزة من الأداة الاستفهام اللي حتساعدني؟ ميس طبعا يأكل القرد الموز هتبقى ماء لأن هنا عندي ميس القرد تحلي صديقتي عاقل ولا غير عاقل؟ لا يا ميس غير عاقل أحسنتي ويعتبر اسم أحسنتي مع سؤال المتفوقين بيقول لي ضع علامة ترقيم مناسبة نقطة أو علامة استفهام بيقول لي تاني ضع علامة ترقيم مناسبة نقطة أو علامة استفهام من خلال شرح علامات الترقيم هتقدر تجاوب على هذا السؤال بيقول لي أول جملة عندي هل تحب الموز؟ هل تحب الموز؟ الجملة الثانية الأسد ملك الغابة الأسد ملك الغابة يلا أصدقائي الجملتين اللي عندي عايزين نحط لهم علامة من علامات الترقيم ها فكر معايا ها فكرنا؟ ها هل انتهيت من أو هل أوشكت على الانتهاء من التفكير؟ ها انتهيت من التفكير؟ يلا بسرعة ابعتلي إجابتك في التعليقات دلوقتي أصدقائي بيقول لي أكمل مراحل تصنيع الملابس عندي في مراحل تصنيع الملابس صلاعة ارتداء شراء طيب نبتدي الأول أصدقائي ونشوف إيه هي المراحل اللي بتمر عليها الملابس لكي يتم تصنيعها طيب أصدقائي هو إحنا لما بنلبس الملابس بتاعتنا بنلبسها بتبقى عبارة عن ملابس إيه؟ قطنية أحسنت صديقاتي بنلبس الملابس القطنية في فصل الصيف طيب ليه بنلبس الملابس القطنية في فصل الصيف؟ آآ بتستحمي مسع عامل الجوية بتبقى راتبكرة على الجسم أحسنت صديقاتي لأنها بتبقى خفيفة تمام؟ القطن ده بيتزرع وبيعط مدة زراعة بتاعته لكي يتفتح وبعد أن يتفتح هذا القطن بيتم تجميع هذه الأقطين من الأزهار ووضعها في أكياس طيب الفلاح يحطها في أكياس طيب وبعدين إحنا هناخد القطن كده نلبسه على طول؟ لأ طبعا أكيد في مراحل بيتصنع بيها برافو عليك في مراحل لتصنيع القطن القطن أصدقائي بعد ما بياخدوا الفلاح ويضعوا فيه أكياس بيذهب به إلى مكان اسمه محلج القطن وفي محلج القطن بيتم فصل القطن عن البزور يعني بنخلي القطن لوحده وبزور القطن لوحده هستفد من القطن وهستفد من البزور طيب الأول تعالوا نستفد من القطن القطن بوديه بعد ما فصلته عن البزرة بوديه للمصانع بتاعة الخيوط لكي ينسجوا هذه الأقطان إلى مجموعة من الخيوط يجمعوا الأنسجة جنب بعضها ويعملوا لي مجموعة من الخيوط والخيوط تتجمع تعمل لي مجموعة من الأقمش تمام كده؟ طيب بالنسبة للبزرة هنرميها؟ لا طبعا هستفيد برضو منها البزرة أصدقائي بيتم عصرها في مصانع لعصر البزور لاستخلاص منها زيوت القطن طيب ميس لما عصر البزرة هيطلع لي قشر حرمي القشر يا ميس لا كمان أنا هستفيد منها طيب قشرة القطن دي بستفيد منها ازاي؟ اللي بوديها مصانع لعلف الحيوانات وتبتدي في المصانع بتاعي تعالى في الحيوانات دي نتم تصنيع أجود أنواع العلف لمين؟ للحيوانات يبقى أنا مفيش أي حاجة من ظهرة القطن برميها أو مش بستفيد منها بستفيد من القطن وبستفيد من البزرة وكمان بستفيد من كشر البزرة طيب أنا كده وديت القطن للمصانع على جاني جمع لي الخيوط مجموعة من الخيوط دي إتفقنا organisation ستعملي مجموعة من الأقمشة من الأقمشة طيب حسنا بقى عندي مجموعة من الأقمشة والأنسجة أقدر بقى أعمل جميع المدلات اللي احنا بنلبسها ها أعمل فضلاء مضاحљ أعمل حلظة سب думаю أعمل تشيرت أعمل جيب و أعمل بلوزة أعمل جميع المنتجات اللي احنا به نبتدي batch طيب بعد ما عملت هذه المنتجات ابتدي بقى اعرضها فيه الاسواق لكي يتم ايه شراءها عشان الجمهور يتم ايه شراء هذه المصنوعات اللي احنا صنعناها يبقى الاول بيتم زراعة القطن بعد كده القطن بيتحول الى الخيوط والخيوط دي بندمجها مع بعض عشان نصنع منها الايه الاقمشة الاقمشة والاقمشة بفصلها ويطلع منها بقى ايه طبعا بيطلع منها اه بيدل بيطلع منها جبات اه جميع انواع ايه الملابس احسن تصدقاتي وبعدين بيتم عرض هذه الاشياء فين لشراءها طبعا في الاسواق بلنتم عرضها فين في الاسواق في الاسواق وبعدين نبتدي بقى احنا نشتري اي حاجة احنا ايه عايزنا وايه وايه ونرتديها تمام كده اصدقائي طيب تعالوا بقى نشوف كل حاجة من الحاجات دي اسمها ايه لما القطن بيتحول الى خيوطي بقى ده اسمه صناعة ولا ارتداء ولا شراء اه ده طبعا عندنا هناك صناعة صناعة احسن تي صديقاتي طيب لما الخيوط تتحول الى اقمشة والاقمشة دي احنا نبتدي نصنعها لانواعها ونحولها لانواع كثيرة من الملابس ونعرضها في الاسواق يبقى ده كده اسمه ايه حنشتريها بقى شراء اه انا كده وصلتها لمرحلة الايه الشراء طب خلاص انا اشتريت التشيرت وبقى عندي موجود في البيت المفروض هعمل ايه في التشيرت؟ ارتداء هعمل له ارتداء ايه بقى انا هرتدي الايه التشيرت ايه بقى احنا كده عرفنا مراحل تصنيع الايه الملابس اتمنى اصدقائي ان انتوا تكونوا النهاردة فهمتوا معنا قصتنا احلام عالية وتكونوا استفدتوا كمان من شرح الاسليب في ادوات الاسليب وكمان رجعنا على بعض علامات الترقيم مستنية اجابتكم على سؤال المتفوقين في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة